رفض عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي نعمة شن تركيا هجمتها الجوية على مواقع للعمليين داخل الأراضي العراقية ووصف نعمة هذا الفعل بأنه أمر مرفوض وفيه مساس بسيادة العراق متوقعا أن يكون هذا القصف المتصاعد هو تمهيد لشني عملية برية واسعة داخل العمق العراقي وبينا نعمة أن العراق أكد لتركيا أنه يرفض أن تكون أراضيه منطلقا للاعتداء ضد أنقرة وأكد أنه سوف يساعد تركيا في الحد من العمليين لما يشكلونه من خطورة على الأمن القومي التركي وكذلك العراقي ولهذا ستكون هناك عمليات برية واسعة وهذا الأمر ربما سوف تظهر ملامحه بشكل أوضح خلال الأيام المقبلة لكن العراق يجب أن يكون له موقف تجاه تلك العمليات وأعلان موقفه بشكل واضح ترجمة نانسي قنقر